بالمناسبة نصف مليار اتصرفوا على معهد ناصر بس حضرتك عارف مصر وده هنا بعض الشيء بالشيء يذكر يعني لو فضلت بنفس معدلات الزيادة السكانية هي هي انت عارف مصر كده محتاجة تصرف كام لتطوير الرعاية الصحية لتستوعب الاعداد المتزايدة من الموليد قول رقم بتجي نخلي ده سؤال الحلقة علشان الناس دايما بتوعب تسأل يا جماعة انتو بتتكلموا على موضوع زيادة السكانية ليه حلو ماشي ويا كلا يا جماعة يا الفلوس بتروح فين هو الفلوس تخطط ستة تريليون في سبع سنين عايز تعرف بتروح فين طب اساعدك بالاجابة علشان لقيت مرة واحد على تيك توك بيقول ليه رئيس الجمهورية بينطقت سلبية المواطن علشان سلبية المواطن أولا هي اللي بتتسبب في سنيا وسلسا ورابعا المواطن اللي مش عاوز يقتنع بضرورة انه يعيش فيه أسرة إيجابية ويتخلى عن سلبياته هو ده أنا هغششك الإيجاب هو ده اللي هيخلي الدولة تتكلف سنويا تقريبا بالمتوسط بالمناسبة متوسط أربعين مليار كل سنة صحة بس مدارس عشرين مليار متوسط مدارس بس مش الجامعة مدارس بس ودابونة بس مش تكاليف التشغيل حدوتة يعني لازم تتحكي ولو حبيت تسمي الحدوتة دي اسم سميها جدعانة الدولة في مصر زي الدولة في سبع سنين قدرت انها تقف على رجليها من التقريبا لا شيء يا جماعة احنا قعدنا فوق الاربعين سنة تقريبا مش هقولك يعني مية في المية بس تسعين في المية سيبلاش مية في المية تسعين في المية مولايكا من خلقتني مفيش مصمر بيتضرب في حيطة تسعين في المية من حيطانك يا مصر مدارس مستشفيات مصانع غير انهم بقعون مصانع بموضوع تاني وبتربل فلوس ده موضوع تالت مدارس مصانع مستشفيات جامعات طرق كباري مباني حكومية حدث ولا حرج اه لا كان فيه مصامير بتضرب في الحيطان بتبوز المباني او النعمة هقولك تسعين في المية وانا كده رجل طيب والله العظيم رجل طيب ففي سبع سنين تقف على رجلك لانا مش هقولك من الله شيء احنا كنا تحت الصفر حاجة مسألة كانت مؤلمة جدا هذه الجدعانة هي جزء من الجدعانة العامة اللي موجودة عند المصريين المصري ودون اي تعصب ودون اي تحيز المصري فعلا جدع فعلا جدع المصري ده بقى مصرية بتاقي التأنيس او مصري مذكر جدع اشتركوا في القناة